إذن متابعين الكرام كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة في منظر لن تروه إلا في حضيرات الجزائر هذه هي الملاعب العالمية اللي كانك ستدع لنا رأسنا بها البصبعي والجزائر المستحمار يقول لك حنا عدنا ملعب نص المنضيلا وابنينا ملعب نص مليار دولار وإحنا لقصنا ننظم كاس إفريقيا ماشي المروق ومعرف شنو الهضرة الخاوية شوفوا عباد الله الأرضية كيف يتم التعامل معها شوفوا كيف يدروا يرسموا ويرشموا تلك الخطوط للملاعب يلسقوها ويخيطوها تبهديلها بكل ما تحمل الكلمة من معنى وفي نهاية المطاف يخرج لك البصبعي مسنطح يقول لك حنا عدنا ملاعب عالمية شوفوا الملاعب العالمية عباد الله كيف يجدينها شوفوا الملاعب اللي قال لها عن جيد حشكم أنها غادت نفسنا في تنظيم كاس إفريقيا وأنها هي اللي تأخذ التنظيم وأن الكافس رق لهم التنظيم والقجع والمؤامرة والأياد الخارجية ماذا كان أيدي خارجية ومؤامرة أكثر من هذه المشاهد البائيس اللي كنشوفوها الآن أماما على الشاشة ماذا كان شي مؤامرة قدهادي كنش في ضيحة قدهادي كنش تبهديلها قدهادي شوفوا عباد الله كيف يتم التعامل مع أرضية الملعب ومن بعد يخرج لك البصبع يقول لك علاش معطيتنا ش تنظيم كاس إفريقيا علاش القجعة تأمر علينا علاش معرف شنو وبدأ يخنزر فيك ويخرش فيك عيني وفي حين له مرة عندهم معرفت شنو حين أن هذه المشاهد والتي متكررة عندهم بشكل يومي دائما ولينا كنشوفو هذه المشاهد دي الفضائح الملعب وأرضية الملعب اللي قال عليها المدرب المنتخب الجزائري بأنها كارثية بكل ما تحمل كلمة من المعنى وفاش بغايم شيل تونس دي المعسكر التدريب ديالو اتهموه بالخيانة وبأنه عامل وبأنه يتآمر مع أيدي خارجية علاش حتش ملقاش أرضية الملعب حال الناس فين غادي تدرب هو والمنتخب ديالو وشوفوا دبا معي الكارثة عبد الله مصنطحين معانا بأنه عندهم ملعب عالمي ومعرف شنو والنتيجة هي التي تشوفوا الآن أمامكم على الشاشة نظام حضارة الجزائر فاشل على جميع الأصعاد ليس فقط في مسألة الطوابير والمواد الغذائية والاقتصاد والديبلوماسية وإنما حتى في الرياضة وحينما يخسروا شي مواجهة مع المغرب حينما يتعلق الأمر بالرياضة يخرجوا لك الأسطوان المشروخة لقجع والآياد الخارجية وكأن القجع والدى اللي أومد المشاهد الفضائحي وكأن القجع والدى اللي أومد المواصب الكحلال التي تشوفوا الآن أمامكم على الشاشة وكأن القجع والدى اللي تبهد لهم في كل مرة بهذه الفضائح المتكررة داخل الملاعب الجزائرية ونعم متابعين الكرام لا تستغربوا لأنكم في حضيرات الجزائر متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة